اشتركوا في القناة اهو كده تياري كده احسن على اقل يعني يبقى فيه فرق بين الليل والمهار فطرتي يا نيسة سارة ربنا واحده اللي يعلم اذا كنت بتجوعي وتشباعي زينا ولا لأ ايه رأيك في شوية شمس زي بتعمبارح تعالي يا سالهان اهو كده تعرف يا نيسة سارة انا رأي ان من رحمة ربنا علينا ان محدش يقدر يعرف التاني بيفكر في ايه ولا بيحس بيه كل واحد فينا دولة مستقلة او جزيرة محدش يقدر يدخلها غير ملكها او ساكنها الوحيد على فكرة انا قريت الملف بتاعك يا سارة اسمحيلي اقولك سارة كده حاف صحيح انت مش هتقدر تقوليلي حسن ولا حتى الدكتور حسن لكن يعني نرفع كلفة من جانب واحد ملف بتاعك تعابني اوى سارة يومين كاملين من غير نوم لحد ما خلصتوا صفحة صفحة انت بتكلم مين يا دكتور انت حتقف ببلم كتير انا بسألك بتكلم مين يا دكتور بكلم سارة 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 مين دي اسم الحالة يا دكتور تصور انا نسيت ان اسمها سارة بيحصل اسمها عليك يعني بيحصل الوحد يزال عجز يا دكتور فايز ما عليك ما عليك في كامل يقص ذهنية ده سهو مجرد سهو عادي واللي ايه دكتور حسن انت بتكلم سارة ومستني ترد عليك لا طبعا يا دكتور انا كنت يعني هو هو اصلا دكتور يعني ما اعرفت حالتها كويس انذكر ناها سمعان من فضلك انا عارف حالة سارة كويس وبتدرتش معاها وعيزها ترد عليك اصلا يا دكتور عندي احساس انها سمعاني عندك ايه احساس عندك احساس عندك احساس اه ايه ده اقول انا لما كنت بقاعد على الكنبة دي كان بيبقى قدام السرير حصل تغيير سناء يا سناء يا سناء دعا يا سناء ارد علي مين الي قلك تحرك السرير و من الي رفعت السطارة ارد ارد يا سناء انا يا دكتور انا اللي حركت السرير ورفعت السطارة انا شوقت تتكلم عن حالة وبس لا وحركت السرير ورفعت السطارة يا دكتور كنت عايز اشوف تأثير الضوء على سارة الله 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 يعني انت يا استاذ اللي حركت السرير وخطت الحالة في الشمس كده ايوه يا دكتور الجسم سارة محتاج يتعرض للشمس ويا تارة بقى هي اللي قالت لك شمسني معقولة السؤال برضو يا دكتور لا طبعا انا اللي قلت انت اللي قلت يا دكتور يا مرتدة انا كل اللي اعرف في الطب بعد عبقريتي ورحلتي الطويلة في الطب النفسي ان الدكتور المعالج هو اللي يقول يا اما الحالة هي اللي تقول والحالة ما قالتش والدكتور المعالج ما تكلمش فانت بكده يا استاذ اختفت خطر جسيم ايه الخطأ الجسيم فان القوضة يدخلها شمس يا ابن ركز معا يأنا الحالة دي اسمها 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 tenga العودة لوضع الجنيز يا دكتور ايوه العودة الي وضع الجنين يعني الحالة كأنها لسه فرحم الأم إيه يعني يفرق؟ إنها تقنور الضوء أو ضل مكوح؟ ثبت علمياً يا دكتور إن الجنين في بطن أمه بيتأثر بالضوء وبما إن سارة مش فرق معاها يبقى ليه نحرمها من الشمس؟ وده زي ما حضرتك عارف غزة طبيعي رباني يعني إيه ده؟ إيه ده؟ بيديني محاضرة بيناقشني بيتجدل معايا هو هل يجروا يا سعادة الباشا؟ هو بس خانوا التعبير يعني هو كان عاوز قولي سعادة إيه ده؟ أنا قعدت على حاجة أشفى إيه اللي جابي الملف دعينا؟ ده ملف حالة سارة يا دكتور والحالة برضو هي اللي طلبت الملف بتحقص عشان تشوف الصورة وتتفرج عليها؟ لا يا دكتور أصلا أنا كنت... لا أنا! اللي إيه ده وقعد على حالة تنسيب خطيرة حصروني على مكتب يا دكترة إيه يا دكتور؟ بتعمل؟ بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ يا دكتور الحالة محتاجة تتحط في الشمس؟ يا سيدي ولا شامس ولا هوا ولا عمر رجعها مكانها رجعها مكانها ما نشوفها نعمل في الكارسة اللي تحتوظ ما فيها دي بنراها عليه يلا يلا سارة هارجعلك تاني يلا أعمل ميت ميت يا سيدي مش وقت لأقار دكترة ميت يا دكتور استنى حيقوله علينا إيه وإحنا دكترة مخترمين ماشيين بنيجري في الطرقة كده استنى ما وإحنا لازم نتفق الأول قبل ندخل الدكتور عز لازم كلامنا يدقى واحد ولا واحد ولا اتنين أنا هقوله الحقيقة الحقيقة هي أقصر الطرقة انت هتعمل لي فهم مصطفى كامل الحقيقة ممكن تأزيني أنا وانت والمواصف رغبان لا أنا لا يمكن أسمح لحد إنه يتضرب سببه مش وقت شعارات وحات أبوك الحل في الموقف المتأزم اللي احنا فيه ده إن احنا نزوج جرعة النفاق للدكتور عز وانتوهه هو بيحب كده أنا ماليش دقوة بيحب النفاق ولا بيكرهه أنا دايداني الحقيقة يا أخي يا دايدانك الحقيقة يعني إيه دايدانك دي؟ انت بجيب الكلام ده منين؟ أنا بقى لي أكتر من عشرين سنة بمارس الطب النفس بشكل تطبيقي أو مرس مع الكلام ده يا دكتور صدقني أنا اسمع سيدنا نتعامل مع الدكتور عز أنا بأعرف أتعامل مع أسا إيكولوجيا كويس قوي وانا؟ انت والحقيقة ودايدانك تتفرجوا علي وتتعلموا يا دكتور صدقني يا الله يا الله مش يا الله 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 الدكتور عزي على رحلة الطوارئ شايف ناس بتجل ازاي؟ أنا مش فهم على إيه دا كله انت ما تعرفش الدكتور عزي دا أكتر واحد يعمل من الحابة أوبة قولك إيه ما تشوف الراجب بتاع الأرشيف وتحذره قبل الدكتور ما يبعتله تعال بس نخش الأول نشوف إيه الحكاية وبعدين نبقى نحذر الموظف أكيد مالحقش جابه يعني انت شايف كده؟ طبعا طب يلا بينا اتأخرت لي يا دا كاترة يا دكتور حسن اتفاجئت بالموظف كنت فاهم انك هتلحق تحذره لا 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 انا انا ما تفوتش علي الحاجات دي يا دكتور انا مش عايز افوت على حضرتك حاجة هي عقرية ما عليك تعد عليها مسائل تلفها زي دي انا يا دكتور صاحي قوي حتى وانا نايم صاحي الله 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 يا سلام تعبير ما يعديش كده لازم نوقف عنده حتى وانت نايم صاحي قول الله يا دكتور انافسي ومون عيني تعلمني ازاي بتعبير كده ياه الملف تفكر لي بالذي مضى ايام الشباب والعبقرية المتوهجة ايام شباب والعبقرية المتوهجة